قطيعة سياسية متواصلة منذ منتصف العام 2007 ولغاية الآن بين حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين حيث لم تنجح أي محاولة لإبرام اتفاق يلزم الطرفين بتطبيق ما تم الاتفاق عليه لإنهاء ذلك الانقسام وفي ظل تصعد حدة الأزمة بين الطرفين تقدمت عدة فصائل فلسطينية برؤية لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي الداخلي رؤية الفصائل الفلسطينية تضمنت ضرورة اعتبار اتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة كمرجعية لإنهاء الانقسام وعقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية واعتبار المرحلة الممتدة بين تشرين الأول عام 2019 وتموز عام 2020 مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة الوطنية فضلا عن وضع جدول زمني للفترة الانتقالية منظمة التحرير الفلسطينية دعت كلا من حركتي حماس وفتح إلى كلمة سواء للاستجابة من حيث المبدأ للمبادرة الشاملة التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية من أجل طي صفحة الانقسام والبدء بخطوات عملية لاستعادة الوحدة الوطنية لا سيما مع ما تواجهه القضية الفلسطينية من مشاريع سياسية تستهدف تصفيتها وتصفية المصالح والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني حركة حماس أكدت موافقتها على المبادرة التي تخفف من المعاناة التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني بالرغم من وجود ملاحظات وصفتها بالمتواضعة على بعض ما ورد في هذه المبادرة مشيرة إلى أن تلك الملاحظات لن تؤثر على موافقة الحركة حركة حماس قالت أيضا إنها تنتظر من حركة فتح أن تبادر بإجراءات تدلل على حسن النية من خلال رفع العقوبات والتخفيف من القيود التي فرضتها السلطة على قطع غزة وإعادة رواتب أسر الشهداء والأسرى الذين قطعت رواتبهم بتقارير كيدية إضافة لوقف الملاحقة الأمنية لأبناء الحركة في الضفة الغربية من جانبها قالت حركة فتح وعلى لسان أمين سر للمجلس الثوري للحركة ماجد الفتياني إن المصالحة الفلسطينية لا تحتاج إلى مبادرات جديدة وإن اتفاق القاهرة عام 2017 هو الجدول الزمني لإنهاء الانقسام الفلسطيني مشيرا إلى أن موقف فتح سيصدر من خلال تسليم الفصائل ردا لموقفها من بنود المبادرة أما المراقبون فقد أكدوا أن إنهاء الانقسام في البلاد لا يحتاج إلى مبادرات بقدر ما يحتاج إلى وجود نوايا صادقة لتطبيق ما جرى الاتفاق عليه في الجولات السابقة من المصالحة ترجمة نانسي قنقر